تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اجتماعا مع عدد من الجمعيات الخيرية والمهنية لكتنسيق حول حملة دعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة العمل بصورة عاجلة لتنفيذ العديد من المبادرات لمساعدة الأشقاء في البلدين بعد ما خلفه الزلزال من ضحايا ومفقودين وأحدث دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنشآت في جمهوريتين تركيا وسوريا دشنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأسموه الشيخ ناصر بن حمد آل خريفة رئيس الحملة بعد أن أمر سيد جلالة الملك بتقديم مساعدات عاجلة مع بداية الزلزال إلى سوريا وتركيا طلب مني سموه الشيخ ناصر بأمر من جلالة الملك بأن نكون لجنة وطنية لتشجيع المواطنين للتبرع لضحايا الزلزال المدمر أمرنا بتكوين هذه اللجنة واجتمعنا وزعنا الأدوار لقاء كان جدا موفق والكلم السعد يشتغل وأتوقع أن الحملة تكون جدا ناجحة طبعا جهود الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية بتتمثل بتوجيه سعادة الوزير السيد أسامي العصفور عن طريق دعوة المنظمات المجتمع المدني للتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة العمل بصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد على عمل العديد من المبادرات والتي تشمل فتح باب تبرع للمواطنين والمقيمين وإرسال شحنة المساعدات الأولى إضافة إلى تنسيق لتجين حملة وطنية لجمع تبرعات بالتعاون مع تلفزيون البحرين طبعا نحن كوزارة صحة معديم بتقديم الخدمات الفورية الصحية مثل تقديم الأدوية وتقديم عامة الأمور الجراحية أو الخدمات الطبية الفورية حيث يحتاجونها طبعا في هذا الوقت نحن دورنا كجمعية الأطباء البحرينية نركز على تقديم المساعدات البشرية بحيث نحن نوفر أطباء يقومون بالتطوع للمساعدة في علاج بعض المصابين في هذه الحوادث هذا وتواصل المؤسسة الملكية للاعمال الإنسانية عملها بالتنسيق مع الجمعيات للعديد من المبادرات والجهود لمنح شرف المساهمة للجميع بدعم الأشقاء ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بما يعكس المواقف الثابتة والواضحة المشرفة من القيادة والشعب البحريني تجاه الأشقاء ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية الإنسانية على ضوء توجيهات الملكية السامية بدأت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ هذا التوجيه بتكثيف جهودها بعمل الترتيبات اللازمة لتقديم المساعدات العاجلة لضحايا زلزال المدمر في سوريا وتركيا وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوحيد الجهود وتقديم الدعم خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر